أكد سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن كريغ بوندي أن مملكة البحرين تمكنت من جمع كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية معا والتركيز على جدول أعمال إيجابي ما أظهر دورها القيادي الكبير وجهودها المبذولة بهدف تحويل المفاهيم المهمة إلى واقع ملموس في المنطقة أود أن أعرب عن تقدير الكبير لاحترافية مملكة البحرين في استضافة ورئاسة قمة جامعة الدول العربية الأخيرة من الواضح أن الظروف في المنطقة صعبة للغاية وقد أظهرت البحرين قيادة هائلة في جمع كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية معا والتركيز على جدول أعمال إيجابي من شأنه أن يحقق تطورا ومنفعة حقيقية للمنطقة أريد فقط أن أقول أن رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لمستقبل الشرق الأوسط تتماشى مع ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعمه تحدث جلالة الملك المعظم عن السلام والازدهار والأمن والاستقرار والتسامح والتكامل الإقليمي هذه هي المبادئ التي ركز عليها جلالته بالإضافة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب البحرين أريد فقط أن أقول أن الولايات المتحدة تنضم إليكم في الجهود الرامية إلى تحويل هذه المفاهيم المهمة إلى واقع ملموس في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر